السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد والنهاردة مع معلومة جديدة بالذكاء الاصطناعي زي ما تعودنا الفترة الأخيرة على القناة فيديو النهاردة كنت حابة أنه يكون على القناة الأساسية في الليست بتاعة شجي بيتي فور ولكن بناء على سؤال من أحد المتابعين إزاي نحن نعمل أداة باستخدام الذكاء الاصطناعي بتأدي غرض معين بدون خبرة الإجابة عن السؤال ده السؤال ده إن إحنا مش نعمل أداة بالذكاء الاصطناعي إن إحنا نعمل كاستم جي بيتي داخل شات جي بيتي فور لأنه واضح إنه ممكن يكون إتفاهم غلط إن شات جي بيتي فور هيمكنني من عمل تطبيق بالذكاء الاصطناعي ولكن هنا المقصود هو عمل كاستم جي بيتي يمكنني من عمل حاجة معينة أو أحصل منه على معلومات معينة كإني أنا كده بعمل له كونفيجر خاص بي أو كاستمايزيشن خاص بي هشوفوا الموضوع ده إزاي النهاردة معيكم بشكل سهل جداً وبسيط علشان اللي حابب إنه هو بعد كده يكون في شات جي بيتي فور أو في الخطة المدفوعة من شات جي بيتي فور يقدر إنه هو يستغل شات جي بيتي بشكل أكثر دقة عشان أعمل كاستم جي بيتي هعمل الإتي طبعاً أول حاجة لازم تكون على شات جي بيتي فور تاني حاجة حبتدي إنه أنا أروح هنا أدوس على إكسبلور ومن إكسبلور حبتدي ألاقي عندي حاجة اسمها كرييت الجي بيتي وأنا شرحت الفيديو اللي قبل اللي فات على طول شرحت أو عطيت نظرة عامة كده عن شات جي بيتي فور تقدروا تروحوا لي الفيديو ده وفي سلسلة اسمها شات جي بيتي فور فور بيجينرز توثاوذن توينتي فور موجودة على القناة الأساسية انفو تك فور يو اللي حابب إنه هو يبص على إمكانيات جي بيتي فور أكثر عمقاً يعني وكل أدل وحدها طيب نرجع بالفيديو بتاعنا النهاردة كرييت الجي بيتي لو دست على كرييت الجي بيتي كرييت الجي بيتي بيمكنني إن أنا أعمل كاستم جي بيتي بيبقى مخصص لحاجة معينة أنا عندي حاجة اسمها كرييت وحاجة اسمها كونفيجر كونفيجر ده مور أدفانسد شوية أو متقدم شوية خلونا الأول في كرييت هنا بيقول لي جي بيتي بيلدر اللي حيعمل لي الجي بيتي هذه الهل بيو بيلد أن يو جي بيتي أنا حساعدك إن أنت تعمل جي بيتي بيديك أجزامبل بقى مكا كرييتف وهل بس جنريد فيجولز فور م stem لBlueiya يعني أنا حكون مور كرييتف أن أنا أساعدك إن أنت تعمل صور للمنتج بتاعك انت تقولي المنتج ده بتاع أي وأنا أديك صور عن المنتج ده مكا صوفتوير انجنير وهل بس مثلا فورمات ماي كود أور مثلا إن أنا حاكون زي صوفت وير انجنير أساعدك إن أنت تعمل الكود بتاعك What would you like to make وهنا بيديك مثال ممكن يعمل إيه أنا هنا هقوله I want I want a custom GPT specified in creating a professional CV as a CV builder expert يعني أنا عايزك تكون زي بالظبط كده coach أو شخص يساعدني في كتابة CV طبعا ممكن إن أنا أزبط شوائية والحاجات المفروض تكون مصبوطة هنا قلت له أعملي GPT شكله عامل إزاي أنا عايزك تكون expert أو خبير في بناء CV فهنا حيبتدي updating GPT حسب الغرض اللي أنا عايزيه فهنا ممكن يساعدني أرفع CV بتاعي ويساعد إن أنا أعدله مثلا أو أزبطه على سبيل المثال هنا بيقترح لي اسم CV Craft Pro هنا حقوله أنا شايفة إن زي سنيم إس فاين مسلا هيبتدي أعملي كمان آآ Profile Picture هيخترح علي كمان Profile Picture بيبتدي أعمل جنريتنج لل Profile Picture بتاعي أعطاني ال Profile Picture لو عجباني بقول له أوكي لو أنا مش عجباني الصورة ممكن أنا أرفع الصورة من هنا يعني أرفع صورة جديدة وقول له غير لي ال Profile Picture دي يبقى دلوقتي جي بي تي ده بقى إيه بقى مخصص للتعامل مع CV فقط هنا اهو زي ما احنا شايفين Custom GPT How can I make my CV stand out What is the best format for tech job CV Can you review my CV For a marketing position ممكن أقول له can you review my CV For مثلا Economist position أي حاجة بقى أي position هنا أنا عايزة Accountant position فهنا بقى مخصص خلاص للغرض اللي أنا عايزة ممكن هنا How أسأله بقى عشان نختبره How can I build my CV in easiest way إزاي أقدر The easiest way أقدر أن أنا أبني CV بتاعتي أنا بسأله بسأل مين بسأل LGBT المتخصص في كتابة CV أو أستعين بي في كتابة professional CV هنا بيديني آآ الطريقة أو أسهل طريقة عشان أعمل CV زي ما احنا شايفين المفوض أعمل إيه بالزبط بيديني الطريقة فهو هنا متخصص ممكن أقول له مثلا هنا لو خلاص أنا كده كده كتفيت باللي كاتبه هقول له Can you give me a template for content position هنا ممكن تديني template سيبتدي إن هو يديني template بتاعتي طبعا template هنا مش هيديني بقى theme هنا هنا هيديني template theme حاجة والتمبلت حاجة تانية التمبلت زي ما احنا شايفين كده حكتب إيه جوه theme بتاعي professional summary contact name address senior accountant لو أنا اشتغلت senior accountant حكتب جوه إيه company name location month year وإيه اللي المفوض يتكتب بالنسبة لي senior accountant بالaccountant بس junior يتكتب إيه كل ده انت حتتم لبيانات مش أكتر من كده وتدور على theme مثلا على canva وتحط فيه الكلام ده great now let's refine the context of the cv craft bro هيكون عبارة عن إيه حقول له مثلا build a professional cv أنا هنا يعني الحاجات الأساسية بتاعته build a professional cv cv expert مثلا ده الجول بتاعه إنه هو حيدني professional cv أو cv expert هنا يعني بيسألني شوية أسئلة لها علاقة بي بيساعدني في عمل configure للجي بي تي هنا بيسألني يعني انت حبق إيه هو هنا بيسألني أسئلة وأنا جاوب موافقة موافقة مش موافقة على الاتنين ما وفقش على الاتنين يعني موافقة على واحدة واحدة لا أقول له عندي اقتراح ممكن أنا أقدمهوله واقول له يعني هنا بيقول لي مثلا آآ فيه شوية حاجات عايزة تعمل لها حاجة حاجة عايزة تبقى مش عايزة تكون موجودة فهنا حقول له مثلا هنا حيبتدي على حسب الحاجة اللي أنا عايزاها اوكي لو في حاجة مش عايزا يتكلم فيها ما يتكلمش فيها اوكي خصوصا لو انت حابب بتاعك ده يكون موجود بعد كده في اللي ستور والناس تستخدمه فلازم تكون حاطة بوليسي معينة للجي بي تي بتاعك ازاي بقى ازاي انتراكت ويز يوزر فورمال ممكن اقول له فورمال and فرندلي انا عايزا يكون بيتعامل بشكل فورمال and فرندلي انا بيسأني حابة ازاي ان هو يتعامل مع اليوزر in case برضو لو انا حابة ان انا بعته للناس عن طريق لينك او ان انا خليه public اولية برضو يتفعل معايا ازاي هنا قلت له فورمال and فرندلي هايش اسأني شوية اسئلة لازم تكون صبور شوية في الاسئلة لانه كل مرة بيعمل updating هنا حابب ان هو يسأل اكتر عن experience بتاعتك قلت له الشور طبعا لازم يسأل اكتر عن experience بتاعي علشان يديني اه حاجة more professional او يديني cv more professional هيفضل يسألني اسئلة وبناء على الاسئلة انا اجاوب علشان تكتمل الصورة الخاصة بالجي بي تي يعني الموضوع مش حقف عند حاجتين ثلاثة لا انا لازم اكمل معالي الاخر cv craft is now ready for a test run دلوقتي تقدري تعملي test لو انت حبة نبص بقى على configure وconfigure دي حتة advanced شوية ولكن هي سهلة برضو مش معقدة زي ما احنا متخيلين او يمكن حتة التقيلة بتاعتها الجزء المتعلق بالactions هنا انت بتبتدي ال name انت قلت له ان عايزة cv craft bro مثلا description بتاعه هو حطه بناء على اللي انت طلبته لما كان بيسألك وانت بتجاوب وده instructions هيعمل ايه بالضبط وهنا ال conversation starter اللي هو الاربع حاجات دول اللي بيظهروا اول ما بتيجي تفتح الشات بشكل عين هنا ده الشات gbt الخاص بيك انت او gbt الخاص بيك انت اللي هو cv craft pro زي ما احنا شايفين اهو وهنا انت ممكن تضيف اللي انت عايز لو انت عايز تضيف حاجة زيادة عايز تشيل حاجة تقدر تشيل او تضيف اللي هو لو انت عايز تعمل يعني انت احنا هنا بنعمل ايه احنا هنا بنضرب gbt ده على حاجات معينة فانت ممكن تمد و عن طريق انت ترفع فايل مثلا الفايل زي يقدر ان هو يستخدمها ان هو يديك اجابات اكثر دقة هنا الامكانيات بتاعته لو انت عايز بعض الادوات بتشتغل جوه زي او يعمل لك امج جنريشن والكود لو انت عايز برضو يعمل كود انت بتختار انا مسلا هشيل الكود ده مش عايز اخلي الويب براوز والده امج جنريشن والحتة بقى بتاعت الاكشنز هنا لو انت فيه او موقع ثالت بتدي له او الصلاحية انه مثلا يبعت اميلا انا الحاجات دي بصراحة يعني شايف هنه تقيلة اوي فخلينا ايه في الجزء السهل البسيط اللي برضو بيديك نتائج ايضا دقيقة الخاص بالconfiguration في الاخر خالص بتبتدي انت تعمل save وفي save انت عندك publish to only me لكن انت بس anyone with a link اي حد حد ديله اللينك ده هيقدر يستخدم الجي بيتي ده و everyone هنا بيكون public واعتقد انه هيكون في الستور الخاص ب جي بيتي 4 لو حد تاني ممكن انه حد تاني ممكن انه يستخدم انا احب ان اخلي only me وبعدين حد تدي اقول confirm وابتدي اسيف زي ما احنا شايفين هيكون ظاهر عندي اهو انا وقفة في cv craft pro اعطر ان انا اتعامل مع الجي بيتي الخاص بي او ال جي بيتي اللي انا عملته ده منتهى البساطة ازاي تعمل جي بيتي في جي بيتي 4 اتمنى تكونوا استفدتم من معلومة النهاردة على قناة كل يوم موقع جديد ويرب كل اللي بنقدمه يكون بيعجبكم انا بحب اركز هنا اكتر يمكن عن خطط المجانية الخاصة بمواقع الذكاء الاصطناعي ولكن بناء على اسوأل احد المتابعين حبيت ان انا اجاوبوا ايضا في هذه القناة لو حبيب تعرفوا اكتر عن شاة جي بيتي 4 وامكانيات والبلوجينز الموجودة في اللستور تقدر تروح تتابع السلسلة الموجودة على القناة الازاسية انفو تيك فور يو شاة جي بيتي 4 بيجينرز 2024 فاضم زي ما بقول لكم في نهاية كل فيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة واتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد ومتابعين الاعزاء ما تنسوش لايك وشير والكممنت دوم توم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته